يسأل عن قوله تعالى وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابتهم غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ الله تعالى أسبق علينا نعمه ظاهرة وباطنة ويسر لنا هذه النعمة العظيمة التي منها الحواس سمع وأبصار وأفئدة ويسر لنا الأرض نمشي في مناكبها ونأكل من رزقه ويسر لنا أيضا الحيوانات الآن الله قال عن الإبنسفة البعيد والسبير يقود طفل صغير وينوخ ويركب عليه ويحمل البضائع عليه ويمشي كذلك بقية ما خلق الله خلق لنا الأنعام منها نأكل نذبح ونأكل ونربي ونبيع وإن ربك لذو فضل على الناس على الناس كلهم مؤمنهم وفاجرهم ولكن أكثرهم لا يشكرون قليل مثل ما قال الله تعالى قليل من عبادي الشكور أغلب الناس يأخذ نعم الله ويستعملها في معصية الله وهذا ليس الشكر أهم شيء يا إقواني الشكر العملي أن الإنسان يأخذ نعمة الله فيستعملها في طاعة الله يأخذ نعمة الله فيستعملها في طاعة الله في طاعة الله تعالى هذا الشكر النعم هذا الشكر العملي للإنسان يحدث بنعمة الله عليه ثم قال وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ يعني يعلم الخافي من أعمالهم ومن نواياهم ومن مخططاتهم سيخططون ورب العالم ينعلم بعض هذا التخطيط سيء مثل ما قال الله وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهِ وَيَمْكُرُ اللَّهِ وَيَمْكُرُ اللَّهِ وَيَقُوا اللَّهِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ هم يظنونهم بيصيدون الأمر الذي يريدونه رب العالمين يستدرجهم يستدرجهم معنى يستدرجهم يا شيخ يعني يأخذهم قليلا قليلا حتى يقعوا في المصيبة التي حفروا لغيرهم فيها وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يَعْلِنُونَ يعني يعلم السرائر والخفايا ويعلم ما يعلنونه من مخططات السوء والخير كل شيء يعلمه رب العالمين ثم قال وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ كل هالكون ذا موجود في الكتاب ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في الكتاب إن ذلك على الله يسير فرب العالمين لما خلق الخلق شتب في الشتاب وقد شتب قبل أن يخلق أيضا فهذه مراحل التقدير فرب العالمين شتب مقادير الخلق وجعلها في شتاب عنده ثم ينسخ منها يستنسخ منها مثلا قبل خلق السماوات والأرض ثم بعد خلق السماوات والأرض ثم عندك التقدير العمري الذي يرسل الله تعالى فيه الملك إلى الجنين فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد ثم التقدير السنوي الذي في ليلة القدر قال الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم ثم التقدير اليومي الذي يقول الله فيه كل يوم هو في شأن نعم